اهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة من دور التعليم برنامج اكسل المستوى المتقدم في هذه المحاضرة راح نشرح دالة كاونت اف هذه الدالة فائدتها هو حساب بشرط اي ان تحسب الكلمات والنصوص بشرط معين ناخذ مثال بسيط حتى نفهم هذه الدالة لو عندنا هذا المثال يتكون من تسلسل والاسم والجنس وحبينا نعرف عدد الذكور وعدد الاناث طبعا في هذه الخلية راح تكون دمج وتوسيط راح يكون عدد الذكور وفي هذه الخلية دمج وتوسيط راح يكون عدد الاناث في هذين الخليتين راح نطلع النتيجة في هذه الخلية راح نحسب عدد الذكور طبعا أول خطوة نحدد الخلية اللي يريد نضيف بها عدد الذكور أو يريد نضيف بها الدالة count if ومن ثم نذهب إلى قائمة صيغ ومن ثم دالات إضافية ومن ثم إحصائي وننزل إلى الأسفل نختار الدالة count if طبعا دالة count if بها متغيرين متغير الأول اللي هو range المقصود بrange هو مجموعة القيم المراد حسابها هذا هو الجدول range نجرى نحدد القيم طبعا نغض النظر عن نوعها وكارتيريا المقصود بكارتيريا هو الشرط المراد حسابه أو القيمة المراد حسابه طبعا لو أريدنا نحسب ذكور ما يصير نجي هنا نقول ذكور شرط أن يكون النص الموجود بداخل كارتيريا مشابه تماما لأن النص الموجود في الجدول يعني مثلا لما نريد نحسب ذكور نكتب كلمة ذكر نجي نكتب ذكر ومن ثم موافق راح يطلع عندنا ثلاثة ذكور لما نريد نطلع الأناث طبعا بما أننا استخدمنا الدالة فلما نريد نستخدمها مرة ثانية نروح على صيغ والعناصر مستخدمة مؤخرا راح نلقاها مباشرة بهذه الفئة طبعا من الرنج راح نحدد جميع العناصر اللي نريد نحسبها بغض النظر عن نوعها ومن كارتيريا راح نكتب أنثى بعدين موافق طبعا راح يحسبنا عدد الذكور وعدد الأناث طبعا هذه الدالة مهمة جدا في الكثير من التطبيقات من ضمن هذه التطبيقات تطبيق رصيد الإجازات راح ناخد في المثال بسيط جدا حاليا وإن شاء الله في الدورة المتقدمة راح نشرح برنامج رصيد الإجازات بالتفصيل الممل يعني مثلا لو عندنا هنا تواريخ واحد واحد 2018 طبعا راح نسوي هاندل لخمس تواريخ مثلا نحدد هذه هي الأشهر طبعا هذه كل هالأمور راح نشرحناها بالدورة الأساسية وهنا مثلا عندنا الرصيد طبعا راح هنا عندنا مجموع الإجازات طبعا لو جيت أنا أخذت إجازة في هذا اليوم وفي هذا اليوم أخذت إجازة أيضا وحبيت أعرف مجموع الإجازات راح أحدد هذه الخلية وأروح على الصياغ العناصر مستخدمة مؤخرا باعتبار أنه استخدمت الدالة كاونتف ولو أول مرة أستخدم الدالة كاونتف أروح على دالات إضافية ومن ثم إحصائي ومن ثم أختار الدالة كاونتف راح بالرنج راح نحدد هذا الرنج اللي هو مجموع الأيام وبالكاريترية راح نكتب كلمة إجازة ومن ثم موافق راح يطينا 2 باعتبار أنه أخذنا إجازات كنين لو أجينا أخذنا إجازة في يوم أربعة إجازة راح يطينا 3 الرصيد هو عدد إجازات عادة لما تكون 30 ناقصا الإجازات المستقطعة راح نجي إلى خانة الرصيد ويساوي 30 ناقصا الإجازات المستقطعة راح يطينا الرصيد بشكل بباشر يعني هسان رصيدي 27 يوم باعتبار أنه أخذت 3 أيام طبعا رصيدي 27 باعتبار أنه أخذت 3 إجازات لو جيت أخذت إجازة في هذه الخلية راح يصير رصيدي 26 وهكذا وإن شاء الله في الدورة المتقدمة راح نشرح موضوع رصيد الإجازات بالتفصيل الممل وبشكل متطور ومتقدم نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى